حب الصحابة كلهم لي مذاب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات قصة الفتنة الكبرى والتي نحاول فيها شرح ما حصل من القتال بين الصحابة الأجلة رضوان الله عليهم أجمعين ونزيل ما علق بهذه الفترة من الشبهات والأكاذيب في هذه الحلقة نحاول أن نبصر معكم جذور الفتنة وما هي الأجواء التي هيئت لها أن تنشأ في المجتمع المسلم بداية يجب أن يكون معروفا أن مصادرنا التاريخية مصادرنا التاريخية الإسلامية كانت تبدأ في إيراد أحداث الفتنة دون أن يعني تعقد تمهيدا أو تناقش الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي ولدت هذه الفتنة من رحمها لأن مصادرنا التاريخية طريقة المدرسة التاريخية الإسلامية أنها تهتم برصد الأحداث ذاتها وهي تعتمد في ذلك على طريقة الإسناد التي هي طريقة نقل الخبر دون التوقف عند تحليل المضامين والفحوة أو تحليل الأجواء الكبرى التي أحطت به فهذا هو المنهج المعتمد للمدرسة التاريخية الإسلامية لكن طبعا المعاصرون يهتمون كثيرا بالتوقف أمام أسباب الفتنة الاقتصادية والاجتماعية ويحاولون استنتاجها من خلال المادة التاريخية المتاحة وهذا يعني هم في هذا متأثرون بطبيعة المدرسة التاريخية الغربية لأن المدرسة التاريخية الغربية جعلت دور المؤرخ جامعا بين أمرين بين جمع المادة وتحليل المادة للخروج بنظرية عامة أو تصور عام سواء في التاريخ أو في الاجتماع أو في الاقتصاد والسبب في ذلك يرجع إلى الاختلاف بين المدرستين المدرسة الإسلامية في التاريخ والمدرسة الغربية في التاريخ الذي يهمون الآن من هذا الاختلاف أن نشأة علم التاريخ في الحضارة الإسلامية كان مستندا إلى رؤية إسلامية واضحة يعني لم يكن المؤرخ المسلم يبحث عن التصور الفلسفي الأساسي للحياة كذلك فإن التاريخ الذي تناول سيرة النبي والخلفاء الراشدين كان من الضرورة الدينية يعني كان لابد لأجل هذه الضرورة الدينية تمحيص الأخبار لأنها تشريعات ولأنها أحكام دينية فمدرسة التاريخ الإسلامية أنشأت مناهج نقد صارمة للتحقق من الحدث وتميزت بأدوات الإسناد وعلوم نقد السند والمتن فأنتج هذان الأمران منهجا تاريخيا مهتما بالتثبت من الخبر بالمقام الأول على العكس من ذلك التاريخ في المدرسة الغربية المعاصرة نشأ علم التاريخ عندهم في لحظة انتقال الغرب إلى العلمانية لحظة انخلاع الغرب من الكنيسة فالتاريخ في ذلك في هذه الأجواء كان إحدى الأدوات التي استعملها الغربيون لمحاولة الوصول إلى تصور الحياة إلى تكوين رؤية فلسفية فالتاريخ كان ساحة نزاع بين فلسفات كثيرة ولذلك نشأ علم التاريخ هناك مهتما بجانب التحليل والتعليل والتفسير لم يكن فقط إراد أخبار لا جانب تحليل وتعليل وتفسير ولم يكن عندهم من الأدوات ما يمكنهم من التثبت من الخبر التاريخي يعني الجهد المبذول عندهم هو الجهد العقلي وحده لأنه ما عندهمش إسناد ليس عندهم إسناد ولا عندهم علم رجال طبعا هذه الحلقات ليست موطن هذه المناقشة المتخصصة في مسألة الخلاف بين المدرستين يعني ما هي المزايا وما هي العيوب النتيجة عن كل مدرسة لكن القصد هنا أن المدرسة التاريخية الإسلامية اهتمت بأن تبين لنا وزن الخبر التاريخي وقدره من الصحة والضعف لكن المدرسة التاريخية الغربية كانت مهتمة بأن تستخرج من الأخبار قصة مكتملة العناصر والأركان ويتركب فيها فعل البشر على فعل المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وحتى الجغرافية والمناخية يعني لو حاولنا تقريب الصورة نقول يعني مثلا الآن القنوات الإخبارية لديها مراسل ينقل الخبر ولديها محلل يحلل الخبر مهمة المراسل هي تقديم المعلومة بأكبر قدر من التفاصيل وليس من مهمته تحليل هذه المعلومة لكن المحلل هذا الذي يجلس في القناة أو يجلس في مكتبه هذا مهمته أن يحلل الخبر ويفهمنا ما هو معنى الخبر ودلالاته ومرتباطاته بالأخبار السابقة وما تأثيراته وهكذا فالمدرسة التاريخية الغربية دمجت بين هذين المهمتين يعني ألزمت المؤرخ بمهمة التحليل بعد الجمع يعني بعبارة أخرى جعلت من كل مؤرخ فيلسوفا وهذه كلمة قالها جروتشي وفولتير وكلهم له كلمة بنفس المعنى لكن المدرسة الإسلامية فصلت بين هذين المهمتين فجعلت مهمة المؤرخ مقتصرة على إرادة المعلومة حتى لو لم يفسرها أو يحللها على كل حال هذا الذي قلناه لا يمنع طبعا من أن تحتوي المادة التاريخية الإسلامية على تحليلات اجتماعية واقتصادية وطبعا لا يمنع أن المؤرخين وسائر العلماء كانت له جهود في تكوين نظريات عامة من المادة التاريخية لكن كل هذا يأتي عرضا لا أصلا يعني شبيه مثلا بأن المراسل الصحفي قد يحلل لكن مهمته الأساسية هو نقل الخبر طيب هذا الذي جاء عرضا في مادتنا التاريخية اللي هي الأمور التي جاءت عرضا التي تشير إلى أجواء اقتصادية واجتماعية حظي في زماننا هذا المعاصر بتركيز شديد عليه لأن المؤرخين والباحثين المعاصرين اهتموا باستجلاء الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي أحاطت بهذا العصر المشكلة الأساسية في هذا النوع من التحليلات أنه قائم على النظر العقلي النقدي يعني يعتمد على قدرة المؤرخ على تمثل العصر وعلى تفاهم العصر وكلما تباعد الزمان كلما فقد المؤرخ المعاصر أمورا أساسية في فهم المجتمع الذي يبحثه فلذلك يختل تقويمه وتقديره ويعني يضعف التقاط إحاءات اللغة وخصوصيات الثقافة ولذلك هذا الموضوع مما يتسع فيه الاجتهادات ويكثر فيه الخطأ وكذلك يكثر فيه الاختلاف بين المؤرخين في تكوين الصورة العامة طيب فمن أجل هذا سنجد أنه حتى في كتابات المعاصرين حتى المعاصرين الإسلاميين يعني حتى ذوي النوايا الطيبة سيكثر يعني سنجد لديهم اختلاف واسع في استخلاصاتهم التحليل الاجتماعي والاقتصادي والنفسي لعصر الفتنة يعني أنا ذكرت أنه حتى الإسلاميين المعاصرين الذين كتبوا بغرض نازيه وشريف بعضهم لم ينتبه إلى بعض لوازمه ولوازم هذه التحليلات أنا سأذكر أمثلة لكي نفهم هذا الموضوع مثلا من الأمثلة بعض الباحثين الإسلاميين يقول أن توقف الفتوحات في النصف الثاني من خلافة سيدنا عثمان كان من أسباب الفتنة لأن توقف الفتوحات سيجعل الناس تهتم بأنفسها وصار يرتب على ذلك كلاما ونتائجا بينما نحن لو نظرنا إلى هذا النصف الثاني من خلافة سيدنا عثمان سنرى أنه مثلا في عام ثلاثين للهجرة حصل غزو طبارستان وطورد يزدجرد الهواء الكسرة الأخير لفارس حتى لجأ إلى خراسان في عام واحد وثلاثين حصلت غزوة الأساودة غزوة بحرية مهمة ثم حصلت الغزوة الفاصلة غزوة ذات الصواري البحرية الفاصلة التي استولى بها المسلمون على البحر المتوسط وصاروا أسياده وفيها قتل يزدجرد الكسرة الأخير لفارس وفيها فتح عبد الله بن عامر فتوحه في خراسان في عام اثنين وثلاثين للهجرة حصل فتح مرور الروذ في خراسان وفتح الطالقان والجزجان وطخارستان وبلخ وهذه مناطق في أفغانستان وبعض المؤرخين يقولون أنه هذه السنة كانت يعني النذات الصواري كانت في سنة 34 ولم تكن في سنة 31 يعني القصد هنا أنه إلى قبيل اندلاع الفتنة لم تكن الفتوحات متوقفة بل يعني لو أراد باحث آخر أن يعكس الأمر ويقول أنه السبب في وقوع الفتنة هو استمرار الفتوحات وربما يكون هذا أقرب إلى الصحة لأن المناطق التي وقع فيها التمرض العراق ومصر هي التي كانت جيوشها في ذلك الوقت تقاتل في خراسان وطبرستان وذات الصواري من الأمثلة الأخرى مثلا على الاختلاف في مسألة التحليل الاقتصادي والاجتماعي هذا الحديث المطول عن وجود فئات في المجتمع الإسلامي لم تتلقى التربية الكافية ولم تتعلم الإسلام وطبعا يأتي في سياق هذا الحديث الكلام عن اليهود والنصارى والأعاجم يعني الفرس والكرد والبربر المزيغي وغيرهم طبعا ويحصل نوع من التوسع المبالغة يعني لم يكن في من أثاغ الفتنة على عثمان ناس من النصارى أو من الكرد أو من البربر لا كل أولئك هؤلاء كانوا من العرب فيعني مثلا بعض الباحثين جاء في كلامه تلميح أو تصريح أحيانا معناه أن التوسع في الفتوح كان خطأا لأن التوسع في الفتوح أدخل على المجتمع الإسلامي عناصر كثيرة كانت فوق طاقة المجتمع الإسلامي في الاستيعاب والتربية والتعليم طبعا هذا السبب ينافي السبب الأول الذي يقول أن الفتنة حصلت مع توقف الفتوحات وأحيانا تجد نفس الباحث ونفس الكاتب يضع هذين السببين إلى جوار بعضهما ولا يشعر بتناقضه كذلك ستجد حديث مطول عن مسألة تغير الجيل وأن الجيل تبدل وطبعا يحصل مبالغة وتوسع في العبارة حتى أن القارئ يشعر وكأنه جيل التابعين كان كأنه انقلاب على جيل الصحابة وأنه كان نقيضا لجيل الصحابة طبعا الواقع الأمر ليس كذلك في النهاية أهل الفتنة هؤلاء قلة بين هذا الجيل وهذا التحليل مناقض للحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم يعني التابعين فهذا الجيل الذي نتحدث عنه جيل التابعين وهو أفضل الأجيال بعض الصحابة بنص الحديث طبعا أيضا بعض الناس يتصور وجود مؤامرة دولية شاركت فيها عناصر يهودية ونصرانية وفارسية لاغتيال الخلفاء وبعضهم يجزم بأن اغتيال عمر لم يكن تدبير يعني من فرد اللي هو أبو أمي جوسي وأن اغتيال عثمان وعلي أيضا هم حلقة في هذه السلسلة المؤامرة الخلاصة التحليلات التي توسعت في استخلاص الأسباب غير المباشرة كثيرا ما أغربت وذهبت بعيدا وجاوزت الحد وهذا الإغراب والمبالغة يكشف لنا عن مزية من مزايا طريقة المدرسة الإسلامية في علم التاريخ لأنها تهتم بإرادة الخبر مصحوبا بسنده فتضع المعلومة مثل المادة الخام أمام الباحث ولا تكلف كل مؤرخ عناء البحث والترجيح والتعليل والتفسير ويعني لا تلزمه بتكوين الصورة الكاملة وحقيقة ليس كل الناس لديهم هذه الموهبة فموهبة أنه يجمع المعلومة ويحللها معا نحن في هذه الحلقات سنستفيد من هذه الأقوال التي جاءت في مصادرنا الإسلامية الأقوال التي تفسر الظروف والأجواء الكبرى التي مهدت للفتنة وهنا تنبيه أن هذه الأقوال لا يلزم أن تكون قد وردتنا بالسند الصحيح لأنها تحليل فهي حتى لو لم تكن صحيحة النسبة إلى قائلها فقائلها أو المنقول عنه واحد من نخبة هذا العصر يعني من نخبة القرن الهجري الأول يعني رجل يعيش في ذلك العصر فهو يقدم لنا تفسيره وتحليله لما حصل وطبعا من وجهة نظر تاريخية لا يمكن إهمال هذا التفسير والتحليل لأنه ورد من سند لم يستكمل شروط الصحة على منهج المحدثين فهذا يعني يمكننا الاستفادة من التفسير والتحليل حتى لو لم نسلم بأنه صحيح النسبة إلى قائله الذي نسب إليه طيب من أهم ما ورد في ذلك ما رواه الطبري في تاريخه ورواه بإسناد ضعيف أن عثمان رضي الله عنه كتب في أول كتاب للعامة أول كتاب للعامة هذا أشبه بخطبة الخلافة يعني الخطبة الأولى التي يلقيها الخليفة حين يتولى الخلافة لكنها لغير المقيمين في العاصمة يعني طبعا زمان ما كانش فيه تلفزيون فكان يخطب في أهل العاصمة ويرسل الكتب إلى الولاة فأول كتاب كتبه عثمان كان فيه هذه العبارة المهمة يورد عنه أنه قال فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبايا وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن هنا نجد أنفسنا أمام ثلاث أمور الأمر الأول تكامل النعم هذا تغير اقتصادي الأمر الثاني بلوغ أولادكم من السبايا هذا تغير اجتماعي والأمر الثالث هو أن يقرأ الأعراب والأعاجم القرآن وهذا أمر علمي يعني حتى لو لم يصح أن سيدنا عثمان تنبأ بهذا فالصحيح أن هذا التغير كان مرصودا في هذا العصر الأول وبعضهم رتب عليه أنه من أسباب هذه الفتنة أول شيء تكامل النعم تكامل النعم الذي يكون بكثرة الأموال المتدفقة على الديار الإسلامية من غنائم الفتوحات ولأن السلطة في الدولة الإسلامية لا تكتنز الأموال بل تعيد توزيعها فسرعان ما ينعكس هذه الأموال على الناس سرعان ما يعني يشعر المجتمع بالغنى الذي تحققه الدولة روى ابن شبت في تاريخ المدينة بإسناد صحيح عن الحسن البصري الحسن البصري شاهد عيان في ذلك الوقت روى أنه شاهد عيان يعني رأى كثرة الرخاء في عصر عثمان بن عفان يقول الحسن البصري أدركت عثمان وأنا يومئذ قد راهقت الحلم يعني على أول البلوغ فسمعته يخطب وما من يوم إلا وهم يقسمون فيه خيرا أموال قادمة يقال يا معشر المسلمين أغدوا على أرزاقكم رواتب فيغدونا ويأخذونها وافرة يا معشر المسلمين أغدوا على كسوتكم ثياب فيجاءوا بالحلالي فتقسم بينهم يقال أغدوا على السمن والعسل أطعمه فقال الحسن والعدو ينفر العدو يعني يهرب من المسلمين والأعطيات دارة الأعطيات الرواتب كثيرة وذات البين حسن الدنيا سلام يعني وذات البين حسن والخير كثير ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا المسلمون لا يخشون من بعضهم البعض طيب فمن طبائع الاجتماع أن حصول الترف يكون من علامات التغير لما يكون فيه من التنافس والتنازع وفساد ذات البين أنت تعرفون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم إذن تكامل النعم حصل في زمن عثمان الأمر الثاني التغير الاجتماعي الذي حصل بظهور الجيل الجديد جيل أبناء المسلمين من السباية هؤلاء آباؤهم من العرب المسلمين لكن أمهاتهم من الفرس أو الروم أو غيرهم فيحصل في هذا الجيل تأثر طبيعي بالأمهات وثقافة الأمهات وطباع الأمهات وهو ما سيشيب البيئة العربية بما لم يكن فيها من الأخلاق والعادات والسلوك وطبعا سيرافق هذا إن جيل الصحابة في تناقص مستمر سواء بالموت الطبيعي أو بالاستشهاد في الفتوحات هذا ينقلنا إلى الأمر الثالث وهو التغير الثقافي أو العلمي وذلك حين يكثر في الأعراب والأعاجم من يقرأ القرآن طيب الأعراب يفهمون القرآن الكريم لأن لغة عربية لكنهم لا يعرفون فيما نزلت الآية فيخطئون الفهم ويخلطون بين منازل الآيات ومواقعها والاستشهاد بها يعني هذا الأمر فسره ابن عباس في عهد عمر فروا أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وروا سعيد بن منصور في كتاب التفسير من سننه أن عمر رضي الله عنه سأل كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل وإنهم سيكونوا بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا كل واحد سيتوقع ويعني سيفسر تفسيرا سيكون له فيه رأي فإذا اختلفوا اقتتلوا طيب إذا كان هذا هو حال الأعراب الذين يفهمون لغة القرآن ولا يفهمون فيما نزل فالأمر سيزداد سوءا في حال من الأعاجم لأن الأعاجم أصلا تعلموا اللغة العربية أو حتى لم يتعلموها فهم أحرى أن يخطئوا في فهم اللغة وفي فهم مدارك التنزيل إذن نحن أمام ثلاثة غيرات اقتصادي بتكامل النعم وحصول الطرف اجتماعي بنشوء جيل يستمد بعض ثقافته من أمهاتهم من السبايا وعلمي حين يقل فهم القرآن الكريم لدى قارئيه من الأعراب والأعاج كذلك من النصوص التي تفسر البيئة والأجواء العامة التي حصلت في عصر الفتنة ما نقله الطبري في تاريخه أنه بداية الفتنة كانت حين سمح عثمان رضي الله عنه لمن شاء من كبار الصحابة بالخروج من المدينة طبعا كان سيدنا عمر يحضر عليهم هذا كان يحب أن يكون كبار الصحابة حوله ويستشيرهم دائما فلكن سيدنا عثمان سمح لهم من أراد أن يخرج ويقيم في مكان آخر فيروض الطبري أنه لما ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عمر فانساحوا في البلاد فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع إليهم من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام يعني هناك من الناس ليس لهم نصيب في الإسلام فكان مغموما في الناس يعني مغمور فصاروا أوزاعا إليهم وأملوهم يعني بدأ بعض الناس يلتصقوا بالصحابة مدسلقين يعني يقولون يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقرب والانقطاع إليهم فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام وأول فتنة كانت في العامة إذن نحن نرى أنفسنا في هذا النص أمام تحليل اجتماعي للفتنة أو لأجواء الفتنة وهو يعني مما نثبت به طبعا أن أسلافنا لم يكونوا يعني غافلين عن فكرة التعمق في الأسباب غير المباشرة لكنه كما قلنا يأتي في مصادرنا عرضا لطبيعة أن مصادرنا مهتمة بالتوثيق والتسجيل والجمع بالمقام الأول طيب هنا في هذا النص سنرى بروز فئة من المتسلقين الذين تحلقوا حول كبار الصحابة والتصقوا به ابتغوا بذلك أن تكون لهم منزلة عند الصحابة وأن تكون لهم منزلة عند الناس وإذا انتقل الحكم إلى هؤلاء الصحابة صاروهم بذلك يعني في موضع قوة ومقربين منهم وبالفعل سيأتي في سياق الفتنة مصداق هذا الكلام يعني كيف أن بعض أهل الفتنة كانوا أغمارا ليس لهم حظ في الإسلام لكن استطاعوا أن يكونوا قريبا من بعض كبار الصحابة في مواقف فاصلة وهذا النص يخبرنا بخطورة هذه الفئة من الناس لفئة المتسلقين الذين يحرصون على القرب من أهل الفضل والمكان هناك نصوص أخرى تكشف لنا عن طبيعة التغير الاجتماعي والاقتصادي والنفسي الذي مهد لبزوغ الفتنة لكن إن شاء الله نستكملها في الحلقة القادمة ثم نبدأ بعدها في متابعة الأسباب المباشرة ومن أين اندلعت الشرارة الأولى لهذه الفتنة العظيمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حب الصحابة كلهم لمذاب ومودة القرب بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول